الولي كان المرأة تزوج نفسها والله لا والحقيقة اكثر الناس في الكلام هذه مسألة من مسائل الخلاف الفيقية القديمة ليس فيها شيء جديد هي مطروحة من قديم ومعروف أن الجمهور من المسلمين من الصحابة والتابعين وقيمت المذاهب على أن المرأة لا تزوج نفسها ولا تبنوا ولية وأن الولية شرط في صحة النكاح هذا هو الذي عليه جماهير الصحابة مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي ينكرر الله وجهه وابن مسعودي رضي الله عنه جميعا وابن عسين وأبو هريرة وعائشته وغيرهم من الصحابة وهو اللي عليه التابعين كيف سعيد بن مسيب والحسن البصري وشوريح والنخعي وقتادة وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والثوري وبن أبي ليلى وبن شبرمة وابن المبارك وعبد الله العنبري والأوزاعي ومالك والشافقي وأحمد وإسحاق وأبو عبيدي جماهير العلماء جماهير العلماء من التابعين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين طبعا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وقال إن المرأة تزوج نفسها وإن المرأة تكون ولية طبعا الجمهور عنده الأدلة القوية أبو حنيفة اعتمد على شيء اعتمد على القياس أولا فقاس البطعة على المال فقال إن المرأة البالغة تبيع سلعتها وبالتالي تزوج نفسها واعتمد أيضا أو أهل مذهبه اعتمدوا على حديث الأي مؤحق بنفسها من وليها واعتمدوا أيضا على ظاهر قوله تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أن ينكحن لأن ينكحن وسند إليهن لكن كل هذا رده الجمهور واستدلوا واستظهروا بأحاديث كثيرة وصحيحة أدلة الجمهور هي الصحيحة وهي القوية وهي الواضحة وهذا قول الجمهوري ما هي أدلة الجمهور الجمهور طبعا أبو حنيفة قال هذا القول حتى أن محمد بن الحسن الشيباني اللي هو ركزة ركزة الثانية لمذهبه مع أبي يوسف لم يقل بهذا القول لم يقل بأن المرأة تزوج نفسها بل قال إن ذلك أنها لا تفعل ذلك وإنها فعلت ذلك هذا الدقائق ما يبقى طبعا هذا فيه طبعا كان يحتاج لأكثر من هذا قلنا إن هذا وردت فيه أحاديث كثيرة لا تزوج المرأة ولا المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها لا نكاح إلا بوليين وشاهدين عدل إلى آخر أي يوم المرأة وجد أنكاحة نفسها نكاحها باطل باطل طبعا قالوا بعضهم بعض الأحناء وبعض الأهل الرائل وقالوا عن هذه الأحاديث ضعي هذه الأحاديث قال الشوكان إن الحاكم سرد منها ثلاثين طريقا عن الصحابة رضوان الله عليه وأنها صحيحة كلها وأنها تدل تنفي صحة النكاح إذا انتفى منه الولي وقال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم عند كلامه على أحاديث الأي مؤحق بنفسها من وليها قال إن هذه الأحاديث كلها لا يلتفت إلى ما قيل فيها وأن بعض الحكايات التي لم يمكنها طبعا التي حكيت في ضعفها لا يمكن أن تطرق إليها لأن المهم القول المجمل فيها كذلك إذن في أحاديث صالحة للإحتجاج صالحة للإحتجاج كلها وحتى الأحناف عندما تكلموا على الموضوع قالوا إنها أحاديث حسان ولكن الحديث الذي استدلوا به إنه أصح منها لأنه في صحيح مسلم لكن استدلالهم بهذا الحديث قلبه الجمهور أيضا قالوا ماذا قال الجمهور قال إن الأي معنا ورد في الحديث الأي مؤحق بنفسها والأي مطار طبعا في اللغة من لا زوج لها الأحناف قالوا من لا زوج لها بكرا كانت أو ذيبا الجمهور قالوا لا هذا الحديث دليل لنا على اشتراط الولي مع الحديث الأخرى التي صريحة في الولاي كعلا بولي وشاهد لا تزوج المرأة المرأة ولا مرأة نفسها بين الزانية التي تزوج نفسها والشافق يقال في الأم عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه ذكر له أن ركبا ضم رجلا ومرأة وأنه تزوجها بغير ولي وأنه جلد جلد الرجل وجلد الذي أنكحه المرأة إذن روايات كثيرة لك وهذا الحديث أيضا الذي هو أقوى ما تمسك فيه المالكية طعنوا في القياس لماذا طعنوا فيه؟ قالوا أن لرقوا بين المال وبين البضع لأن المرأة إذا تصرفت في بضعها تلحقها معرة معنى تصرفا غير مقبول بأن أنكحت نفسها لغير كفئ ربما تغلبها الشهوة لإنسان ضعيف فإن الضرر الذي يلحقها من ذلك لا يقتصر عليها هي بل يتعدها إلى وليها وبالتالي يجب أن يكون وليها نظر في الأمر لأن ضرره لا يقتصر عليه ولأن هذا الضرر أيضا يبقى عليها دائما ليس كالمال لأنها إذا تصرفت في مالها تصرفا غير مقبول وضارا بها هذا ضرره أول من ناحية يقتصر عليها وليس أيضا ضرران أبدي لأن المال يخلف أما ضرروا الفضيحة فضرروا باقي باقي مع الإنسان هذا أيضا من الطعن فيه الحديث أيضا قالوا الأيم أحق بنفسها من وليها طبعا الأيم من لا زوج لها ولكن ورد في رواية أخرى الثيب وبالتالي يجب حمله على رواية الثيب واستدلوا على ذلك بأن الحديث فيه تفصيل بين الأيم بين الثيب والبكر لأن الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر فقالوا معنى أحق بنفسها بمعنى أنها تعرب عن نفسها ولا يعرب عنها وليها وحتى قالوا كلمة حق دليل لنا على اشتراق الولي لأن الأحق هي أفعال تفضيل والتفضيل لا بد فيه من الاشتراك ومعنى ذلك أنهما أنهما مشتركان في الولاية ونحن لا نقول بأكثر من الاشتراك لأنه هو لا يجبرها ليس مختصا عنها بالولاية وحتى الآية التي استدلوا بها أيضا لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن وارد معقيل بن يساري عندما زوج أخته رجلا وطلقها ذلك الرجل ثم أراد أن يرجع عليها وكان رجلا لا بأس به فلما رجع إليه قال له قال له أنكحتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها والله لا تعود إليك وكانت المرأة المرأة تريده فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لو كانت المرأة يمكن أن تزوج نفسها بدون الولي لزوجت نفسها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعاه هو ليزوجها هذه أدلة المالكية أدلة الناس أنا أريد أن أختم بشيء وهو أن السنة العملية السنة العملية أقوى نريد أن نجد صحابيا واحدا تزوج مرأة زوجته نفسها بدون الولي هذا لا يجد لا نجد سنة العملية من الصحابة قاطبتا حتى من النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يتزوج رملتها بنت أبي سهو رضي الله عنه خالق قمرة أرشد من المرأة لا يتزوج رأسها للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خالق شيء أعظم من هذا أبوها لما كان غير مسلمين في ذلك الوقت من كان وليها؟ كان وليها خالد بن سعيد بن العاصي بن عميان أو عثمان بن العاصي أو عثمان بن عفان بن العاصي ابن أمية بن عمها إذن معناها هذا دليل واضح على أن المرأة لا يمكن أن تزوجها بدون ولي مع أن الرأي الآخر معروف وليس شيء جديد ليس شيء جديد لكن أيضا شيء آخر مهم جدا هو أن أهل بلد معين لهم مذهب معين وخصوصا إذا كانت الدولة تبنت هذا المذهب وألزمت به فالمعمول عندنا به في الأحيان الشخصية ومدونة الأحوال الشخصية ومدونة الأحوال الشخصية في هذا المجال موافقة لمذهب الجمهور وإلزام الناس بمذهب معين من المصالح المرسلة والمصالح المرسلة دليل يمكن الاعتماد عليه إذا الأمور تطلب كثيرا من الـ